السلام عليكم. طيب في فيديو الثاني ان شاء الله اليوم بنتكلم على الانتي هايبرتنسيف دروكس. وبنتكلم على الادوية بشكل عامل اللي تستخدم للهايبرتنشن. طيب بس قبل ما نبدأ في اه شوية حاجات في المقطع الماضي كان لازم اذكرها باتكلم عليها الآن. طيب اه في بس معلومة ثانية على البلاد بريشير سريشولد. احنا قلنا انه الطبيعي انه من مئة وثلاثين على ثمانين تبدأ العلاج. وفي حالتين تكلمنا في المقطع الماضي على الحالة على حالة واحدة اللي هي والحالة الثانية اللي نسيت اتكلم عليها اللي كي هذي اللي هي اه اس اللي هو اثروسكيل روتك كارديو بسكيل ديزيز ريسك تكون اقل من عشرة بالمئة. ايش عن الكلام هذا? اه باختصار كده على السريع. اه في عندنا حاجة جميلة اسمها الاس سي بي دي. تمام? هذي اه خلاصتها هي عبارة عن كالكوليتر تقدر توصلها حتى في النت. وياخذ العوامل او ياخذ بعض الفحوصات اللي عندك. اه مثل الكوليسترول والضغط الحاجات هذي. مع شوية تسئلة. ويخرج لك بالاخير اللي هو الريسك هذه. نسبة. نسبة زي اللي يقول لك انه كم معدل او كم نسبة انك بتنصاب بناء على الفحوصات اللي عندك. كم نسبة انك راح تنصاب بأثروسكيل روتك كارديو بسكيل ديزيز. يعني الكارديو بسكيل ديزيز اللي هو دخل فيه الاتروسكيل روتك تصلب الشرين. كم نسبة انه يجيلك تصلب شرين يعمل لك مشكلة خلال العشر سنوات القادمة. النسبة هي تكون عالية. يعني انه الشخص هذا معرض بشكل كبير. ولازم انه ينتبهها نفسه. لكن لما تكون النسبة اقل من عشرة في المئة فيكون الادمي سليم بشكل كبير جدا. خاصة لو هو ما عندوش كارديو بسكيل ديزيز اساسا. يعني آدمي ما عندوش كارديو بسكيل ديزيز. هو قلبه سليم. وشرائينه سليمة. فهذا الناس التبعه يكون من مئة واربعين على ثمانين. ما يكونش مئة وثلاثين على ثمانين. ليش? التفسير المنطقي انه بما انه سليم. فانت عندك حرية في انه تبدأ التريتمنت في ثقف مرتفع شوية. طيب. والحاجة الثانية اللي ما تكلمناش عليها هي الباتوجينيس تبع الهايبرتينشن اللي يعملها الهايبرتينشن. كلمنا في اخر المقطع الماضي على الارغنز اللي ممكن تضرر. لك الحاجة كده اخص شوية. فالهايبرتينشن. طبعا هذا الباركرافي يرخص لك الكامل. والكمبليكيشن هم اللي في الاخير. هذول هم الكامبليكيشن. فيحنا العام بنشوف ايش يحصل في كل الكامبليكيشن. قبل ان ندفي عندنا الكامبليكيشن نقسم لنوعين ولها تصنيفين اصاسا. التصنيف الاول. معلش زكمة والجيوب اللي فيها تعبانة. عموما الاول اللي هو اكيوت اه التصنيف الاول اللي هو تنقسم لأكيوت وكرونيك. التصنيف الثاني اللي تنقسم لبرايماري وسكندري. هذه عارف للمصطلحات. اكيوت وكرونيك معروفة. البرايماري هي المشكلة اللي يكون لها دخل في القلب نفسه. تكون مشكلة في القلب نفسه. السكندري هي الحاجات اللي تتأثر خارج عن القلب. فنشوف. الهايبرتنشن القسم لي مشكلة او يعني الهايبرتنشن يجي بسبب اه زيادة في الافترلود او مشكلة في الارتيريال سيستم. اوكي. اه بنتكلم على الافترلود على السريع. اه لما يزيد الافترلود اللي يحصل طبعا الافترلود هذا باختصار هو الريزستنس من الفاسكلر سيستم اللي تصعب على القلب وطيفته في ضخ الدم. يعني لو نقي شوية. طيب لو نكتبر انه عندنا القلب وانا مش عارف ارسمه القلب فمع كذا عموما. القلب لو كانت الشرايين متضيقة والقلب مضطر انه يضخ الدم في هذا المكان المتضيق يعني في عندك سيستم فبيكون صعب على القلب انه يمشي الدم في هذه المساحة الضيقة. فهنا يكون الافترلود مرتفع. لانه عالي. لكن لما يكون في سيستم او لما يكون في الشرايين طبيعية والاستيك عندها مرونة وفي حالة طبيعية مش فازي ديليشن ولا فازي كونستركشن. فوظيفة الدم تكون اسهل في انها في وظيفة القلب تكون اسهل في انها تضخ الدم. فيكون الافترلود قليل. طيب لما يكون الافترلود مرتفع. الحاجات اللي بتحصل انه سيستم او لفت في انتقل الهايبرتروفي ولا زيادة المايوكارديو الاكسجين ديماند. الحاجات هذه كلها تحصل لما يزيد الافترلود. نشرح كل واحدة على السريع. الاولة اللي هي مشكلة في ضخ الدم. اللي هي اصلا تقي نتيجة الافترلود او مشكلة ثانية. يعني اه صعوبة القلب في انه يضخ الدم. الحاجة الثانية اللي هي الهايبرتروفي اللي هي تضخم عضلة القلب او الليفت فينتركل لحالها. التضخم هذا بيخلي اول شيء المساحة اللي في الليفت فينتركل الاقل. ثاني شيء الضخ نفسه والقوة في الضخ تتقل. وبرضه بيزيد المايوكارديو الاكسجين ديماند لانه يعني القلب بيصبح اه شغال اكتر عشان يضخ وما فيش فايدة. اوكي. الحاجتين الحاجتين دولة بما انهم مترابطات بيعملون لنا حاجة اللي هي الديستوليك ديسفونكشن. فزي ما انتم لاحظت الديستوليك ديسفونكشن وهذا يعمل لك مشكلة بالاخير بالديستوليك لانه قولنا المساحة بتكون قليلة ليتعبى فيها الدم. هذول كله منتج عنهم هارت فيلير. وعلى فكرة هذه هي بشكل مختصر الباتجينيسيز للهارت فيلير. يعني كنظرية مبدئية وبسيطة. عموما. اه لما يجد الاكسجين ديماند. يعني لما يكون القلب يحتاج اكسجين كثير وانت مش قادر توفر للاكسجين هذا. بيحصل بالاخير ما يكادل اسكيميا اسكيميا اللي هو نقص التروية الدموية عن العضو. وممكن بالاخير يحصل انفاركشن اللي هو اه موت نسيق من القلب. بحاول انه يشرح هذول الباقي على السريع لانه اذا كده بنطول. طبعا انا ما اشترينا سي واي consensus هذولا يعني لي هو المشكلة هذه عبارة عن وهذه اه اكيوت وكده. طيب اه نمشي في الثانيات. الاسكيميا هذولا كلهم يعتبروا اكيوت اكيوت بروبلم يعني نفسها تعتبر اكيوت. اه الاسكيميك ستروك برضه برضو نفسها تكون اه اكيوت اللي هي اللي هو القلطة اللي تعملك اسكيميا في الغلب. الانيريزم والدسفنكشن محددتهاش اكيوت ولا خرونك لانه الانيريزم بالعادة يكون بسبب الخلل في الأرتري نفسه لما يكون الأرتري الصناعة والخلقة تبع الأرتري الأرتري مش طبيعية فعامل لك أن يرزم لذلك هذه ما تعتبرها لا كيوت ولا كرونيك لأنها صمع من الخلق الهموريجيك ستروك اللي تعتبر عكس الأسكيميك ستروك اللي هو لما ينفجر وعاء الدموي سواء في القلب أو في الدماغ والنفروسكليروسيس اللي هو يحصل نفس العثروسكليروسي اللي بتصلب لكن في النفرون نفسه وهذا يسبب لك اللي هو يخلي يخلي النفرون كأنه ميت كأنه الحاجات ما تدفل ترشتكم كلها تنسكة بسك ولا ريتينوباثي اللي هي مشكلة في العين الآن ننتقل للتريتمنت والأدوية وقبل ما ننتقل لهم لازم نعرف الايم أوف تريتمنت هاتم أخوذها من الملخص المتميز الممتاز والمتميز للطالب محمد الشلفي الهدف الأول أنك تعمل تقليل من هي الأكيوت اللي هو الام آي والستروك والفازيس باسيك آم أنجاينا والإسكيميك والهارت فاريور والكرونيك كديندزيز تمام؟ وبرضو تقلل الكرونيك والكرونيك كوملكيشن هم هذول يعني هذا هذا عبارة عن الكرونيك مع الأكيوت كل واحدة في السطر تبعها طيب معنا الآن وبرضو تقلل الموربيديتي والمورتاليتي أنت لو قللت هذولا بتقلل هذولا الموربيديتي هي كلمة موربيديتي يعني اللي هي احتمالية أنه يحصل مرض كومبليكيشن يعني عندك هايبرتينشن والموربيديتي عالية يعني الهايبرتينشن بعد فترة بيخرب لك حاجة ثانية بيصير عندك مرضين عندك موربيديتي عالية فهذه الحاجات هو الأمراض اللي يمكن أن تحصل نتيجة الهايبرتينشن إذا ما تحكمش فيه والمرتالي اللي هو الوفيات الموت طيب اللي هو أنه الهايبرتينشن لما يؤدي للموت نحن نحاول نقلل من الحاجتين دولا طيب الآن أنتقل لي التريتمنت للهايبرتينشن هذه الدايجرام والفورميلة هذي ما اسمهاش فورميلة اسمها المعام في الهايبرتينشن بشكل مختصر كده لما يكون الأدمي طبعاً فحوصات ضغط الضغط هذه لما تنعمل تبع مش تكتفحص مرة واحدة وتشوف الرقم هذا وتطبق الكلام لا عموماً لما تعمل الفحوصات ويطلع معك الضغط بهذه القيمة فالأدمي يعتبر نورمال واللي لازم تعمله أنه يعني يعني البلد بريشر في هذا النطاق تطلب منه أنه يعمل والكلمة هنا مختلفة ليش؟ لأنه عنده عادات سيئة يصلحها عشان يرقع ليلة طبيعي عموماً وتقول له يرقع من ثلاثة إلى ستة شهور تبدأ في العلاقات تبدأ في الأدوية نفسها لما تكون داخل في المئة وثلاثين زي ما إحنا متعودين تمام والحاجات التي تخليك تبدو من مئة واربعين هم السنتين اللي تكلمنا عليهم أوكي من مئة وثلاثين على ثمانين إلى مئة وثلاثين على ثمانين على ثمانين هذه تبدأ تدخلك في الستيج وون هايبر تنشن وهنا لما يكون الشخص طبعاً على فكرة بس عشان تكون فاهم المربع هذا ايش معناته ليش المربعات هذي قاية كده وهذا هذا يعني قاية بشكل دايموند باختصار كده الدايموند هذا يعبر لك على انه اللي داخل المربع هو عبارة شرطية عبارة شرطية ودائماً اللي يكون بعده هو عبارة عن يسونه اوكي فهنا يقول لك انه إذا عنده اتسروسكولوروتيك كارديو باسكولو ديزيز أو عنده دايابيتس ولا كرونيك كارديو ديزيز ولا عنده التن يير اسكفد ريسك اسكفد هذي انا اختصرها كده اوكي يعني يعني النطق والريسك هذا يكون اكثر من 10% إذا كان يس فبنتعامل معه كده كده وإذا كان نو فبنتعامل معه بطريقة ثانية طيب اذا هونو زي ما انتم ملاحظين ان شاء الله هو نفسي اللي انا اتكلمت عليه في اول الفيديو اللي هو الحالة الثانية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي تبدأ الثيرابي من 140 تبدأ الثيرابي من 140 إذا الآدمي الضغط تتبعه كده لكن ما عندهش الحاقات هذه كلها يعني الرزق أقال من 10% وكل حاقة فهنا تقول له ما فيش علاقات تقول لا يفسر موديفكيشن تعال بعد ثلاثة لستة شهور تمام اذا كان عنده الحاجات هذه فبتقول له دائما لازم يكون فيه lifestyle modification العلاقات لازم تكون مع lifestyle وبنفس الوقت اللي هو نبدأ فيه الثيرابي نفسها طيب الثيرابي هنا لما تدخل في اليس هذي تمام ومفيش معاه compelling indication طبعا هذي بنتكلم علي بعد شوية compelling indication هذا انه في عنده مرض قنب الhypertension يعني فيه عنده بقانب حاجة ثانية ديابيتس chronic kidney disease أي حاجة ثانية مصاحبة للhypertension سواء الhypertension سببها ولا ما سببهاش اوكي هذا لما يكون ما عنده compelling indication تتعامل معك في تتعامل معك أساساً ما عنده منونا ثيرابي تقبله منونا ثيرابي بالfirst line drugs من هم الفرست line drugs اللي هم الأربعة الأساسيات اللي هو الase inhibitor والأرب والكاليسيوم channel blocker والثايزايد هذولا هم الفرست line اوكي والآن بنتكلم على الفارماكولوجي تبع كل واحد منهم بس قبل ما نبدأ لازم نرسل الباقي ونكمل الرسمة القميلة هذه اوكي هذا في حال انه كان الضغط طبعه داخل هذا النطاق لو كان الضغط طبعه اكثر من 140 على 90 فهنا ما عند فيش عبارة شرطية هنا يقول لك انه خلاص طوال تبدأ live cell modification وبعدين علاقات طيب تلاحظ انه الـ الـ الديجرام القميل هذا يمؤكد على قصة الـ ليش؟ لانه الـ تختلف تماماً بـ على حسب الـ الـ تمام؟ فنشوف يعني لما يكون في عنده compelling indication يكون طريقة العلاج تبعه وتختلف عن الـ عشان كده يقول لك الـ لازم يكون ما عندهش اي حاجة عموماً الـ stage 2 يكون عنده اثنين علاقات حتى لو لسه بدي ولسه دخل المستشفى طبعا هنا نسيت اقول لكم هنا rest reassess بعد شهر الـ reassessment تكون بعد شهر طبعا الـ لما يكون الادم عنده الـ تتم بعد نص شهر وبعد شهر بنتكلم عليها بعد شوية متى ايش فادت النص شهر وايش فادت الشهر عموماً الـ stage 2 تبدأ طوالة بـ اثنين علاقات واذا كان اصلاً stage 1 وانتقل الـ stage 2 فانت تضيف علاق ثاني طبعا طبعا ويقول لك انه تكون عندك خاصة لما يكون الادمي بعيد عن الـ بعيد عن الـ goal بعشرين على عشرة يعني انت عارف ان الـ goal تبعك من مية وثلاثين على ثمانين لما يكون بعيد عشرين درجة من هذه القيمتين عشرين بعشرين على عشرة يعني هنا عشرين وهنا عشرة في هنا طوالة خلاص على طول لازم تعمل ثنين علاقات ومن هم الثنين علاقات طبعا لما يكون ما فيش عنده compelling indication فاول حاجة تعملها انه لازم الـ AC يكون موجود تمام وتدمجه مع حاجة اياه calcium channel ولا size z طيب من الاحسن الاحسن هو calcium channel blocker من size z هو احسن منه طبعا ليش فيه عدة تعليلات التعليل الاول انه level of recommendation لالكاليسيوم channel blocker يعني فيه ادلة اكثر تدل على انه الكاليسيوم channel احسن من الثايزايد او انه قائب نتيقة احسن وال والسبب الثاني انه الـ AC مع الثايزايد لها استخدام مختلف يعني الـ تفيدك بشكل كبير لكن في حاجة ثانية يعني حاجة ثانية بنتكلم عليها بعدين اوكي هذا اللي هو الـ 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 حاجة ثانية اضافية برضو مذكورة في المرجع اللي هو لو كان العمر اكثر من خمسة وخمسين بغض النظر عن الكلام هذا كله فيفضل الـ اذا كان العمر عفوا انا قلت هنا اكثر انا اقصد انه اقل من خمسة وخمسين فتفصل يفضل انه يكون عنده اذا كان اكثر من خمسة وخمسين العمر او الادمي هو من العرق الاسود فيفضل الـ الاسم طبعا العلقة الاسود اساسا كده ولا كده اصلا ما يفضلش معهم الـ لانه يقول لك انه الـ هذا مش شغال كويس ومش من انه مش شغال كويس انما انه الدراسات اللي تلعت على الناس السود تبين انه الراز سيستم بالعادة ما يسببش الـ يكون سببه حاجة ثانية غير الراز سيستم ما تكونش فعالة معهم لذلك يفضل معهم الـ طيب بالنسبة للحاجات اللي هي السكند لاين السكند لاين دراس تستخدم خصيصا للناس اللي عندهم منهم السكند لاين عندك البيتا بلوكرز والالفا بلوكرز والديريكت رينيين انهيبيترز والسنتر الالفا تو والديريكت ارتيريال فازي ديوليترز وهذه اللي كلهم بنتكلم عليهم بالتفاصيل في الفارماكولوجي اللي بناخدها الآن طبعا زي ما انتم شايفين الجزئية طبع الفارماكولوجي بتكون كبيرة شوية وفيها تفاصيل كثير وكلام كثير لذلك انا افضل ان نخلص المقطع هذا هنا وننتقل ونخلي الكلام هذا الفيديو مستقل داريك خلاص مطفر اب دمگريد اشتركوا في القناة